بالموعد والتوقيت جميع مواجهات ربع نهائي كأس العالم للناشئين اندونيسيا 2023 هقولك في الفيديو ده على كل المباريات وحلل لك جميع نتائج التمن منتخبات اللي وصلوا الى ربع النهائي دور التمانية ونتائجهم احرزوا كام واستقبلوا كام وتفاصيل مواجهات ربع النهائي السلام عليكم ورحمة الله في متابعة مستمرة للقناة بقلنا يومين طبعا مريحين من كأس العالم للناشئين هاهنا وصلنا الى ربع النهائي دور التمانية معانا 8 منتخبات اقوى 8 منتخبات في بطولة كأس العالم للناشئين بدأنا البطولة منذ القرعة ونحن الان في مواعيد متأخرة جدا من البطولة وقربنا على المباراة النهائية اذكرك بالمنتخبات التي تأهلت بالفعل الى ربع نهائي كأس العالم للناشئين اسماء كبيرة وعريقة في كرة القدم البرازيل اسبانيا مالي المانيا المغرب والارجنتين واوسباكستان وفرنسا دول التمن منتخبات اللي هيتنفسه في ربع نهائي كأس العالم من كارة اوروبا عندنا 3 منتخبات اسبانيا والمانيا وايضا فرنسا عندنا من كارة افريقيا منتخبين المغرب ومالي عندنا من كارة امريكا الجنوبية الكبيرين الارجنتين والبرازيل عندنا من كارة اسيا منتخب واحد منتخب فرنسا يعني مشكلته الادارية ممكن يلعب واتوقع انه هيلعب وما يحصلش اي حاجة في موضوع استبعاد منتخب فرنسا للخطأ الاداري وبالتالي موجود منتخب فرنسا في مواجهته في ربع النهائي هنبتدي ربع النهائي دور التمانية يوم الجمعة 24-11-2023 وبقينا خلاص يوم الجمعة 24 يعني اليوم بإذن الله عندنا قمة أوروبية كبيرة ما بين اسبانيا وألمانيا الاسمين كبيرين جدا في كرة القدم الاسمين لهم تاريخ عريق في كرة القدم ومنتخباتهم دايما بتكون في الطليعة وفي الأدوار المتقدمة في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها استضبوا ببعضهم البعض في ربع النهائي في كاس العالم للناشئين المباراة تكون الجمعة الساعة 10 ونص صباحا بتوقيت مصر عندنا مشوار منتخب أسبانيا في البطولة في دور المجموعات لعب ثلاث مباريات في المباراة الأولى ضد كندا فاز اتنين مقابل يشيء اسبانيا في المباراة الثانية فازت على مالي واحد مقابل يشيء وفي المباراة الثالثة ضد أسباكستان تعادل اتنين مقابل اتنين اسبانيا في سمن النهائي وجهت منتخب اليابان وفازت عليه اتنين مقابل واحد وتأهلت اسبانيا المتدور الأسباني إلى ربع النهائي أما منتخب ألمانيا في دور المجموعات أيضا ثلاث مباريات في المباراة الأولى استطاع أن يفوز على المكسيك ثلاثة مقابل واحد في المباراة الثانية ألمانيا ونيوزلندا نفس النتيجة ثلاثة مقابل واحد في المباراة الأخيرة في دور المجموعات ألمانيا ضربت فينزويلا 3 مقابل شيء وألمانيا في سمن النهائي فازت على أمريكا 3 مقابل 2 يعني منتخب ألمانيا فاز في كل مبارياته بنتيجة 3 ولكن أحيانا يستقبل هدف أحيانا يستقبل هدفين أحيانا لا يستقبل الأهداف لو جينا لمحصلة منتخب ألمانيا وأسبانيا هنلاقي أن منتخب أسبانيا أحرص في البطولة حتى الآن 7 أهداف واستقبل منتخب أسبانيا 3 أهداف أما منتخب ألمانيا اللي أحرص 12 هدف حتى الآن واستقبل أربع أهداف ده بالنسبة لمواجهة إسبانيا وألمانيا موعدها ومشوار المنتخبين وصولا إلى ربع النهائي نيجي بقى للمواجهة التانية الحارقة اللي هتكون أيضا الجمعة 24-11 المباراة اللي هتكون الساعة 2 ظهرا بتوقيت القايرة البرازيل في مشوارها فازت على إيران في الجولة الأولى لا بتأسف إيران اللي فازت على البرازيل 3 مقابل 2 في الجولة الأولى في مفاجأة كبيرة لأن البرازيلية حملت اللقب في الجولة التانية بتعدل البرازيل وبتفوز عليك الدنيا بنتيجة كبيرة 9 مقابل لاشي وفي الجولة الأخيرة بتفوز البرازيل على إنجلترا 2 مقابل 1 وفي السمن النهاية تفوز على الإكوادور 3 مقابل 1 بالنسبة لمتخب الأرجنتين أمام السنغال ليس يعني يختلف كثيرا على البرازيل هزيمة للأرجنتين من السنغال في المباراة الأولى في الجولة الأولى 1 مقابل 2 اليابان في المباراة التانية بتتلقى هزيمة من الأرجنتين 3 مقابل 1 وفي الجولة الأخيرة الأرجنتين ضربت بولندا 4 مقابل لاشي وفي سمن النهاية الأرجنتين ضربت فينزويلا 5 مقابل لاشي لو جينا للسجل التهديفي هنلاقي البرازيل أحرزت 16 هدف واستقبلت 5 أهداف الأرجنتين أحرزت 13 هدف واستقبلت 3 أهداف ده أول مبارتين هيكون معنا يوم الجمعة بعدين يوم السبت عندنا مبارتين تانيين أول مباراة تكون فرنسا ضد أس باكستان المباراة الساعة 10 ونص صباحا بتوقيت القاهرة يوم السبت 25-11 فرنسا في المجموعات لعبة بوركينا فاسو في الجولة الأولى فازت 3 مقابل لاشي في الجولة التانية منتخب فرنسا ضد كوريا الجنوبية فاز 1 مقابل لاشي وفي الجولة الأخيرة منتخب فرنسا فاز على أمريكا 3 مقابل لاشي وفي مباراة سمن النهاية المباراة الشهيرة ضد منتخب السنغال تعادل سلبي في الوقت الأصلي وفوز بضربات الجزاء لفرنسا على السنغال 5 مقابل 3 إذن منتخب فرنسا أحرص 7 أهداف في البطولة ولم يستقبل ولا هدف في التسعين دقيقة من المباريات استقبل فقط من ضربات الجزاء أمام السنغال أما بالنسبة لمنتخب أسباكستان اللي في المباراة الأولى اتهازم من مالي 3 مقابل لاشي في الجولة التانية بيعدل منتخب أسباكستان وبيضرب كندا 3 مقابل لاشي أما في المباراة الثالثة في الجولة الأخيرة كندا وإسبانيا اتعدلوا 2 مقابل 2 في سومن النهاية منتخب أسباكستان بيقصي الإنجليز منتخب إنجلترا ويفوز عليه 2 مقابل 1 نيجي للسجل التهديفي هنلاقي أن فرنسا أحرزت 7 واستقبلت 0 زي ما قلت لك أسباكستان أحرزت 7 واستقبلت 6 نيجي بقى للمواجهة الأخيرة والمهمة جدا بالنسبة لنا المغرب ومالي المباراة اللي هتكون يوم السبت 25-11 الساعة 2 زورا بتوقيت القايرة الواحدة زورا بتوقيت المغرب المغرب في الجولة الأولى فاز على بنما 2 مقابل لاشي في الجولة الثانية هزيمة من الإكوادور 0 مقابل 2 في الجولة الثالثة أمام إندونيسيا 3 مقابل 1 للمغرب وفي الجولة أو في سومن النهاية فوز على الإيران 4 مقابل 1 بضربة الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي 1 مقابل 1 أما منتخب مالي أمام أسباكستان في الجولة الأولى فاز 3 مقابل لاشي وفي الجولة الثانية أمام أسبانيا قصارة 0 مقابل 1 وفي الجولة الثالثة أمام كندا 5 مقابل 1 لمنتخب مالي ويكرر 5 مقابل لاشي أمام المكسيك في سومن النهاية المنتخب المغربي أحرص 6 أهداف واستقبل 4 أهداف منتخب مالي أحرص 13 هدف واستقبل هدفين ده بالنسبة للأربع مواجهات في ربع النهاية والسجل التهديفي لكل المنتخبات أما مشوار النصف النهاية الفائز من إسبانيا وألمانيا يواجه الفائز من البرازيل والأرجنتين في نصف النهاية يوم السلساء 28-11 الساعة 10 ونص صباحا بتوقيت القاهرة نصف النهاية الآخر المغرب ومالي الفائز منهم سيواجه الفائز من فرنسا وأسبكستان في نصف النهاية الثاني يوم السلساء 28-11 الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت المغرب ده بالنسبة لمشوار نصف النهاية ووصولها للمباراة النهاية لأسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين منهم منتخب واحد في المباراة النهاية والمغرب ومالي وفرنسا وأسبكستان منهم منتخب واحد في المباراة النهاية نتمنى إن شاء الله ان منتخبنا المغربي اقل من 17 سنة يمثلنا في المباراة النهائية والنحية التانية ما يهمناش كتير اسبانيا المانيا البرازيل الارجنتين اي حد منه ميوصل لكن نتبنى في الجهة بتاعتنا الجهة اللي فيها المنتخب المغرب انه يصل الى المباراة النهائية يتخطى منتخب مالي مع كل الاحترام لمنتخب مالي بعدين يتخطى منتخب فرنسا او اسباكستان ونتمنى فرنسا لناخذ بسارينا من كأس العالم قطر 2022 ونتأهل هذه المرة الى نهائي كأس العالم لما لا نحصل عليه ناخذ المركز التاني المهم انجاز افضل باذن الله وكل التمنيات بالتوفير للمنتخب المغربي هذا كان تقررنا لربع نهائي كأس العالم لناشئين قبل بداية المباراة صباحا باذن الله اتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته